اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله ومرحبا بكم مرة ثانية مع الجزء الثاني من هذه الأمسية نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها ومع محاطرة لفضيلة الشيخ محمد حويت نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه وأن يبارك فيه وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته أحبتي في الله عز وجل أن يبارك فيه نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه الثاني من هذه الأمسية نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه سأل الله عز وجل أن يبارك فيه نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه نسأل الله عز وجل أن يبارك فيه سألiende لكل أن يبارك 최 ear سؤال الله عز وجل صدر ان يبارك فيه خدا أذر يимость سؤال الله عز وجل che لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا غفراءك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفراءك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعنا لها ما كسبت وعليها ما احتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما طاقة لنا به وعف عنا وارفرنا وارحمنا وارجلنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين نبدأ الآن بإذن الله عز وجل بالمحاضرة بفضيلة الشيخ محمد حويت بخلي تخطى المشكورة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه إلاه فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إجاه إلا الله وحيه لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا تقلوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنثم مسمون أما لعدوا فإن أصدق الحديث الكتاب الله تعالى وخير الهديه محمد صلى الله عليه وسلم أشهر الأمور محدثاتها وكل محدثة مدعة وكل مدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تحية طيبة مباركة للأخوة جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم الشكر موصور أيضا لفضيلة الشيخ آمن على تنظيمه لهذا اللقاء وكذلك الإخوة الذين يشرفون على هذا المسلم المبارك كتب الله عز وجل هذا اللقاء وجعله في صحابه أعمالي الجميع من محاضرين وحاضرين ومن يستمع إلى هذه الكلمات عنوان هذه الكلمة غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة غرس العقيدة الصحيحة في نفوس الناشئة هذا موضوع في الحقيقة وموضوع من الأهمية بمكان وذلك أن تعليم الناشئة أي الصليان هؤلاء الصرار عندما يكونون في نعومة أطفالهم هذا درج عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما سنرى في بعض النماذج التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يعلم صغار الصحابة وذلك أن التعليم في سن مبكي هذا يرسل ويبقى مع الإنسان إلى أن يدخل معه القبر كما قال القائل أراني أنسى ما تعلمت في الكبر ورست بناس ما تعلمت في الصبر وما العلم إلا بالتعلم في الصبر وما الحلم إلا بالتحلم في الكبر وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسنع والبصر ولو فلق القلب المعلم في الصبا لأبصر فيه العلم كالنقش في الحجر ولذلك فترة الصبا يهملها كثير من الأباء والمربين والمعلمين ويظن أن هذا الطفل لا يعلم ولا يفهم ولا يعقل ولذلك يترك هملا في الحق الكامل وقبل أن أقوض في هذا الموضوع أرجع فقط في علي إلى كلمة هذه وردت في العنوان وهي غرس هذا يكون في الأمور حسين العقيدة أمر معنوي متعلق بالوجدان متعلق بالقلب والجنان ولكن الغرس هذا يقول تقول غرست شجرة ولكن هذه الشجرة إذا أردت غرسها لا شك أن لك أرض وهذه الأرض إن تركتها ولم تغرس بيها شيئا هي تنبت تنبت قد يكون هذا النبات الذي ينبت فيها نباتا ضارا وإذا أنت غرستها بنفسك لا شك أنك ستنتقل ما هي هذه الأشجار التي ستغرسها في هذه الأرض لأنك ترجو تمارها وتنتظر أن تؤتي في يوم من الأيام أكلها ولذلك هي تنبت وهكذا نفوس أبنائنا وقلوب أبنائنا يعلق بها ما يعلق ومن رحمة الله بنا سبحانه وتعالى أن الله أبدا وجل خلق وخرج كل مولود من بطن أمه على فترة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل مولود يولد على فترة فأبواه الأبواه لهم دور في تتبيت هذه الفترة أو في تغييرها فأبواه فأبواه يهويدانه أو مجلسانه أو ينصرا له كما تنتج البهيمة بهيمة جمعا فهل تحس فيها من جدعا ثم قرأة أبو هريرت رضي الله تعالى عنه الأية فترة الله التي فترة الناس عليها لا تبيني خلق الله بارك الله كما تبيني خلق الله في الصحيحة كما تبيني كما تعمل اشخاص يقولون يقولون يقول أنه محب 괜찮ة. ويصنع وربما يسمع في بطر وخطار محب... أو محبوع، 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 محبوع الشد. وليه كيف كيف نعل هذا الزيار؟ أن نحن نعطينا نعطينا وضعنا نعطينا. الفيخ يقول بارقعفي أنه عندما يشبه كبير من هذا المنزل ويجب أن يتعطينا إلى هناك فإن يجب أن يكون هناك فرقة لكن إذا كانت يجب أن يكون هذا المنزل ويجب أن يكون هذا المنزل سيكون مستقلة في الوصول ويستشعر ويستشعر في الوصول ويستشعر في الناس ويستشعر في الوصول هذا المستقبل لأن البيت صلى الله عليه وسلم قال كل الأنساء مدددون 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 في الوصول وعندما كانت فترة أصببا مهمة رأينا أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يهتم بتلقين الصحابة أو صدار الصحابة ويعلمه هذه العقيدة ويعلمه الإيمان قبل القرآن هذا أمر يجب انتباه جيد وهو تعلم الإيمان قبل القرآن وذلك أن القرآن الكريم ربما قد يبلغ أحد الصغار في تعلمه للقرآن قد يبلغ وسنه بلغ سنوات ولكن الإيمان قد يعلم قبل ذلك قبل هذه الفترة في سن مبكرة كما كانت تفعل أم سليم أم أنس من مالك الرميصاء رضي الله عنهم جميعا عن هذه الأسرة يقول لها الرميصاء أم سليم أم أنس رضي الله عنها وعن ابنها كانت تلقي أنسا شهادته قبل الفطار قبل أن يفطن تقول له قل لا إله إلا الله فيقوله ثم تقول له قل أشهد أن محمد رسول الله فيفعله وهو ما يزال دون سن الفطار معنى ذلك لم يبلغ حولي كاملين ومع ذلك لحرصهم على تلقين صبيانهم الإيمان والعقيدة السليمة الصحيحة حتى ينشأ عليها كما قال القائل وينشأ ناجم الفكيان منا على ما كان قد عوده أبوه أو عوده أبوه ولبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث صحيح عن جند بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا فتية حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمان انظر كنا فتية أو فتيانا جمع فتاة حزاورة جمع حزور وقد تشدد الواو هذا الصبي عندما يناهز الاحتلام ويشتد ويقف هذا يسمى حزورة أو حزورة كنا فتيانا حزاورة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن لم يعلمهم نبسوه السلام في بداية الأمر القرآن الكريم ولكن علمهم الإيمان يتدرج معهم عليه الصلاة والسلام في مسائل الإيمان وخصوصا ما يتعلق بأركان الإيمان وأن يكون الإيمان بذلك بالنسبة للصبيل أن يكون مجملاً لمفصلاً وهذا المطلوب من كل مسلم ومسلمة الإيمان المجمل ثم بعد ذلك الناس يتفاوتون من أم مك قد يكون في حقه فرض عين وهذا فرض عين على كل مسلم ومسلمة الإيمان المجمل ثم قد يكون فرض كفاية بعد ذلك على البعض من طلاب العلم والعلماء حتى يعلموا الناس عقيدتهم وعلى هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان يهتم بصغار الصحابة ويلقنهم كما قال الحسن إبن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء أقوله في الوتر هو لا يزال صبياً ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يقول هذا لا يعني ولا يفقه ولا يفهمه دعه حتى يكبره بل كان عليه الصلاة والسلام وهذا أفضل المناهج طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في التعليم والتلقين ليس لها نظير هو الذي بعث في الأمين رسولاً منهم يتل عليهم آياته ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله في ضرار المبين لست هناك طريقة أبداً أفضل من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام معلم الأول صلى الله عليه الصلاة والسلام عليهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عليهم وأن لقد كانوا الأفضل المناهج الروميصار. Und als Anas Ibn Malik رضي الله عنه noch ein Säugling war, also weniger als zwei Jahre, hat sie ihm das Glaubensbekenntnis beigebracht. Sie sagte ihm, sag أشهد أن لا إله إلا الله Wort für Wort und dann sagt er es ihr nach und dann sagt sie, sag أشهد أن محمد رسول الله und dann sagt er es ihr nach. Und das zeigt, dass die Sahabe eben sehr früh begonnen haben, diese Imaninhalte ihren Kindern beizubringen. Und ebenso wurde von einigen Gefährten erwähnt, als wir Kinder waren, also noch vor der Pubertät, hat der Prophet صلى الله عليه وسلم uns dem Glauben vor dem Koran beigebracht. Als wir danach den Koran gelesen haben oder gelernt haben, stieg unser Iman. Also hat der Prophet صلى الله عليه وسلم nicht nur den Koran den Kindern beigebracht zum ausländischen Lernen, sondern vorher erst einmal ihre Herzen gefüllt mit dem Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Und dabei ging der Prophet صلى الله عليه وسلم schrittweise vor, sodass die wichtigsten Aspekte zuerst beigebracht werden. Und zwar eben der allgemeine Glaube und nicht die speziellen Details im Glauben. Denn das ist die allgemeine Pflicht von jedem Muslim, dass er allgemein den Glauben kennt. Die Details aber, das ist eine kollektive Pflicht. Das heißt, die Gelehrten müssen das lernen, einige dieser Ummah muss das lernen. Aber allgemein muss man eben die sechs Säulen des Iman kennen, die Grundlage des Glaubens. Ein weiterer Beleg dafür, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم schon den Kindern diese Aspekte beigebracht hat, war, dass el-Hasan رضي الله عنه, der Sohn von Ali رضي الله عنه sagte, der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم brachte mir bei, was ich im Witter Gebet sagen soll. Und zwar als Kind. Das heißt, der Schäk sagte, der Rasul صلى الله عليه وسلم hat sich nicht gesagt, er ist noch jung, der versteht das nicht, der kann das nicht aufnehmen, sondern der Prophet صلى الله عليه وسلم begann schon in jungen Jahren, also bei den Kindern in jungen Jahren, mit diesen Themen. Und daher müssen wir ihn als Vorbild nehmen, denn der Prophet صلى الله عليه وسلم ist der beste Lehrer, so sagt Allah صلى الله عليه er ist es, der zu den schriftunkundigen einen Gesandten von ihnen entsandt hat, der ihnen das Buch und die Weisheit vorliest oder vorträgt. Das heißt, zu den Aufgaben des Propheten sallallahu aleyhi sallam gehört das Beibringen. وتعليم النبي sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu Sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu und und die sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallallahu sallallahu оleyhi sallallahu jahili sallallahu aleyhi sallallahu waloor ot من قلوبه فعندما تمكن الإيمان من قلوبه كان النبي عليه الصلاة والسلام يتفقدهم بالآيات كما ذكرت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها عائشة بأن الناس لو لو أن أول ما نزل من القرآن الكريم تحريم الخمر وتحريم الزنان لا أحد يترك الزنان ولا أحد يترك الخمر متى كان عندهم استعداد عندما تغلغل الإيمان في قلوبهم فبعد ذلك كانوا ينتظرون تحريم الخمر كانوا ينتظرونهم لأنهم صاروا أو غلغوا مبلغا من اليقين جعلهم ينتهون عما حرم الله سبحانه وتعالى قبل أن تنزل آيات التحريم وهذا دليل على الإيمان الذي تمكن من قلوبه ومن قلوبه من القرآن قبل الإيمان ولكن كما قال عبد الله من عمر ينتظره نفر الدقل الدقل هو ردي التمر التمر الردي الَّذي هذا يُعْطَى لِلْدَوَابِ وَلَا يَعْقُلُهُ الْمِسَانِ يَعْطَى لِلْمَهُ 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 الْمِسَانِ صعامنا ρώицًا وainenس يَعطى لِلْمَهُ الْمِسَانِ يَعطى لِلْمَهُ الْمِسَانِ ثم من نحل من القرآن ونحن نشاتها. فمن القرآن سوف يسرح منه، كذلك البحث يسرحون بعض الناس القرآن على سبيلها ، مثل في بشتاتات وحياتك وحياتك ونحن نمتك في الفلوية. فلسر مددد مجرد وشكل تولي يصبح مددد من كل شيء مددد. كنعه يشعر كنعه يشعر كنعه وليس من النبي صلى الله عليه وسلم يصبعه الناس عن القرآن وليس ببعض الجهة يعيه في يعيه ويقول ذلك ويقولون أنه كذلك سببا وقت على المعارضة وقال الشيء مرات أنه كذلك كذلك القول لديمه. وكذلك؟ أعاد مددينيًا، فهي الأمر أنه قبل أعاد، أعاد من الأعمال، لتأكيد من الأعمال بكلمة، وكذلك أعاد من الأعمال الجدد. وكذلك، كان هذا الجدد في المنزل فشارتات المددينة مددينيًا، كانوا الأعمال والسرعة وما نحن تعلمي بمعلم أن نحن الأعمال أن يجب أن نتحرك في العدد أيضا أن نتحرك على الأرض من الأولى أن نتحرك أولا لأولا لأولا الأولى من قرآن بما يتكلمونون بمقرآن في القرآن لأنسو شخص تفضل ذكرت قبل قليل أن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولها في الوتر اللهم اهديني في من هديه تأمل هذه الكلمات نحن نقول وخصوصا في الدعاء الجماعي في رمضان في تراويح رمضان في ودر رمضان أي بعد أن نصلي التراويح ثم بعد ذلك يدعو الإمام في الركعة الأخيرة من الوتر يقول هذا الدعاء ونؤمن علي ولكن قل منا من يتأمل الله أهديني في من هديه وعافيني في من عافيه وتولى لي في من توليه وبارك لي في ما أعطيه وقلني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يبن من وليت ولا يبن من عاديت تبارك ربنا وتعالي تبارك ربنا وتعالي انظر إلى هذه الكلمات وهذا هذا الدعاء دوري معنى دوري أنه يأتي به لأنه يؤتر في كل ليلة يؤتر في كل ليلة فمعنى ذلك أنه دائماً يعيد هذا الدعاء ويلهج به ويصير راسخاً في قلبه هذا هو الذي كان يهدف بليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو كيف يرصخ ترصف هذه النعاني في هذه القلوب التي ما تزال طرية والتي ما تزال نقية لم تتلول ونحن في عصر عصر هذا العصر الذي نعيش فيه زمن صعب الزمان صعب والمكان صعب وحتى الإنسان لم يرم به صعب لم تعد البيئة كما كانت من قبل بيئتان بسيطة مجتمعاتنا معقلة للغاية ويبقى اتقل كله على الآباء المهات على الآباء المهات لأننا نزجم أبنابنا في المدارس ماذا يتعلمون هناك كما قلت لكم في بداية الكلمة فشبهنا هذه القلوب بأرض هذه القلوب مشبهة بالأرض وهذه الأرض التي لك تريد أن تغرسها بالأشجار المنرة حتى ولو غير استهدت أشجار المنرة هل تتركها هكذا من غير سقي وابعاية وعنايتين وأن تطرد عنها الأعشاب الطفيلية والنباتات المنرة والحشرات التي قد تكون سبباً في موت هذه الشجرة إلى غير الله لذلك وكذلك هناك شبهات شبهات هذه تغزو عقول أبنائنا وقلوبهم ناهيك عن الشهوات المحيقة التي هي محيطة من في عقل بيوتنا في دورنا فكل واحد مننا تجده مشغولاً بمجاله الأنعاب مشغول بمجاله والأم كذلك هي تخلت بل نستطيع أن نقول بأن الأسرة استقالت استقالت استقالة كاملة استقال الأبو والأم وتركوا الأبناء يتلقون معلوماتهم من خلال هذه الوسائلة بين أميديهم وكذلك في المناهج والمقررات المدرسية التي تلقنهم أموراً تكون خطيرة عليهم في عقيدتهم وفي أخلاقهم وسلوكهم وهذا وهذا مشاهد لا يحتاج إلى أن ندلل عليه كثيراً فمن هنا لا بد من تلقين هؤلاء السبعار مثل هذه الأدعية التي كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً على أن نعلمها الصحابة منذ نعومة أضفارهم ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن تشهد من من يجلس عليه ويعلمه التشهد تحيات من الله كالطيبة إلى آخرين من يجلس معاه ويلقبه مثل هذا التلقين الذي كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يعطيه الهاتف يتركه ويشتغل به حتى يريح بهنه ليتفرغه وكذلك ليتابع ما يتابعه من برامج رياضية أو غير ذلك من هذه الأمر ويريد بذلك الراحة لنفسه وهذا هو الخطر ويجلئ على نفسه وعلى من يعود فتح الله عليه الصلاة والسلام Der Cheikh جزاء الله خيران sagt dieser Dua den der Prophet صلى الله عليه وسلم dem Gefährten Al-Hasan رضي الله عليه الصلاة والسلام beigebracht hat dieser Dua Al-Khunut der lautet O Allah leite mich recht mit denen die du recht geleitet hast und vergib mir mit denen denen du vergeben hast und stehe mir bei zusammen mit denen denen du beistehst segne mir das was du gibst und schütze mich vor dem Übel das du vorbestimmt hast denn wahrlich du bestimmst und niemand bestimmt über dich und wessen Beschützer du bist der wird nicht erniedrigt segensreich bist du unser Herr und erhaben das ist Dua Al-Khunut was man im Wittergebet am Ende aufsagt der Scheich sagt nun was ist die Weisheit dass der Prophet einem Kind so einen gewaltigen Dua beibringt die Antwort lautet Al-Witter das Gebet macht man täglich und das bedeutet es gibt Wiederholung und somit wurden diese gewaltigen Iman Inhalte die in diesem Dua erwähnt wurden dass man auf Allah vertraut dass man von Allah Schutz verlangt dass man Allah anflieht dass man weiß wer Allah ist diese Sätze in diesem Dua dadurch dass man das immer und immer wiederholt setzt es sich fest im Herzen der Menschen auch im Herzen eines Kindes und so sollten wir auch damit umgehen dass wir unseren Kindern diese Sprüche des Gedenkens und andere Aspekte beibringen denn wie der Schirr sagt wir leben in einer schwierigen Zeit in schwierigen Orten der Mensch ist ein schwieriges Wesen besonders heute und leider wie der Schirr sagt sind viele Eltern zurückgetreten von ihrer aufgabe die hoffnung verloren und lassen die Kinder alleine aber hier darf man nicht vergessen wie das Beispiel das der Chef anfangs erwähnt hat dass diese Herzen und Seelen der Kinder so wie ein Stück Land ist und wenn du Bäume angepflanzt hast dann wirst du sie nicht verwahrlosen sondern du wirst dafür sorgen dass du sie beschützt vor Ungeziefer Unkraut und allem möglich und so sind unsere Kinder es besteht immer die Gefahr der Scheinargumente der Versuchungen der Begierden also muss die ständige Pflege weiter fortgesetzt werden allerdings ist es so dass viele Eltern eben sich zurückziehen sie geben dem Kind das Handy damit sie in Ruhe und Gelassenheit ihre Programme anschauen ob das Sport ist oder irgendetwas anderes damit sie in Ruhe gelassen werden die Eltern und das ist natürlich ein fataler Fehler ein weiterer Beleg wie der Prophet die Kinder erzogen hat ist dass Ibn Abbas sagte der Rasul hat uns den Tashahud also diese Aussage im Gebet er hat uns den Tashahud beigebracht wie er uns die Sure aus dem Oran beigebracht hat das heißt er hat sich die Zeit genommen er hat darauf geachtet wie die Aussprache ist ob es richtig gesagt wurde so wie er es getan hat bei einer Sure und der Scheech fragt welche Eltern machen das heute welche Eltern kümmern sich um solche Dinge bei der Erziehung der Kinder Dsch und dj 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 عقب التشاهد من السن أنك بعد أن تني التشاهد والصلاة الإبراهيمية أن تأتي بهذا الدعاء مع لذلك أنه يتكرر على الأقل خمس مرات في اليوم على الأقل خمس مرات في اليوم إن لم يكن أكثر من ذلك لأنك تصلي النواف وهذا الدعاء مبارك عظيم إذا وقى الله سبحانه وتعالى العبد الفتن ونحن في زمن الفتن وهذه الفتن المدائمة التي نحياها ونعيشها يوميا هذه خطرة لغاية لأنها فتنة ربما قد يفتل الإنسان في الدين إذا كانت في الدنيا قد يكون قد يكون فتنة أول ولكن إن كانت فتنة في الدين فهذه أعظم فدرق هذه الفتن ودفعها يكون بماذا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا عندهم يربض هؤلاء الصبية الفتيان الصغار علمان بالله تبارك وتعالى منذ نعومة أرثارهم هذا يكونون في حفظ وحفز من الله تبارك وتعالى فيقيه كل مكتور ويصرف عنهم كل سبحانه وتعالى لأن الذي يطرد هذه المخاطر التي تحبب بهذا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى فلا بد دائما من أن نلجأ وأن يكون هذا كذلك ترقين لأبنائنا من أجل أن يعصبوا ألفسهم من هذه الفتن التي لا عاصمة منها إلا الله سبحانه وتعالى باللجوء إليه والضرعة إليه وسؤاله تبارك وتعالى أن يدرأ عنك وعن أبنائك الذي لا تعلمه بشهاد الدعاء من يدرأ عنهم الإسلام يقبل والفتن ما ظنر منها ومابطن شكرا لك أي سينا من أكتور الذي علمته يقول لأن هل Wayne الفترح صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى وآله أنا أساعدك لأكد المأذن لأكد المنزل لأكد 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 وإن المحتاط لأكد فتحة يستطيع أن يأتد عسلت في المنزل وبالفتحة التشعبت لكي يأتذى ولكن هناك سيساً سيساً ذلك المنزل، أن يكون ذلك الاهظة في اليوم المتجميل جداً من الأحدث التي تدخلون أكثر من المنزل وأن يسأل هذا الدعاً من مناسبة من المنزل، ونوضى العالمين يحيث أن يكون في المنزلات على المنزل تغيب الروف الصلاة أن يعمل هذه الشخرى، أجلال بأثبيت المزيدة وأحدث claimed أن الأمر مقافة لهذا كل جديد البيعات في هذا المقاف وهذا الشيء يدون البيعات وهذا الشيء، وإن يدون البيعات في رقوق تعليقك والعملات في البلية، لكن بلات الدقيقة على منطقة السحين المعتادية التي ان يدعون من ظهر ، فجر أن يساعدونها المساعدة المطامة لذلك ينبق على هذه اللات المعطاة إنه سنبت في كل المعطاة وذلك يمكن أن يكون هذا الانتكارية هناك. يجب أن يكون هناك تأسفل. فعلاً يمكن أن يكون هذا الانتكار ليس فقط على سبيلها وأن يفعل ذلك ما هي التأسفل كبيرة. فضلك. وتعليم أطالب إيمان بالله سبحانه وتعالى يكون كما قلت يعني بما يناسب أعماره بحيث لا نتقل عليه كثيرا وإنما دائما أن نربط الأبناء بنعم الله تعالى التي أسبغها عليه لا أن تريه بأنك أنت الذي توفر له كل ما يحتاجه كل ما يطلب وإنما أن تتربطه من صاحب النعم ومالك من نعمة فمن الله فمن الله كله يأكله هذا الذي ترفل فيه من هذه النعمة من طعام ورباس ودواء وكساب وغطاء ومركوب ومسكة وغير ذلك وإن تعب نعمة الله لا ترصوه ألا يستحب أن نحبه أن نعبده أن نطيعه أن نمتتن أمره إلى أي لدانه وهكذا يتدرج أحدنا مع هؤلاء الصغار بقدر ما يستوهبون وقد تكون للأطفال أسئلة صعبة في بعض الحياة قد تحير الكبار ولا ربما الأب يلجأ لإسكات ابنه ويظن أن هذا السؤال يؤدي إلى الكفر أو هو كفر بحد ذاته فربما يعني يسكده أو لا يريد أن يجيبه من غير ذلك فيطلق هذه الشبهة تنمو في ذهنه وعليه نحن هنا علينا أن نتدرج معه في تعليمهم الإيمان بالله سبحانه وتعالى وكذلك أن نعلمهم بأن لله سبحانه وتعالى صفات الجماع والكمال والعظم تبارك وتعالى وأن نربطه برسولنا عليه الصلاة والسلام حتى يحبوه فأنه هو قدوتنا وهو عليه الصلاة والسلام معلمنا وهو رسولنا وهو الذي جاءنا بهذا الدين الذي نحن عليه ولله الحم فبذلك يتدرج أحدنا مع أبنائهم في تعليمهم الإيمان بكل ما ينتظر ما ينتظر حتى يلتحكم بمدرسة نهاية المسفور كما هو الشأن عند بعض الأباء يترك ابنه غفلا يعني لا يعلمه ولا يلقنه ورأينا كيف كان أم سليل تلقن ابنها وهو ما يزال دون سن الثانية من عمرها من عمره فكيف بنا نحن نتركه إلى أن يأتي وهو من ست سنوات ولربما ورقما لا يستيقظ من غفلته إلا بعد أن يشب أبنائه عن الطوق ولا يتعلمون شيئا من ذلك وهذا أيها الأخوة لا نقوله من فراغ وإنما من خلال التجارب وما شاهدناه بأهولنا أنا بذات مرة من رقب مجموعة من الشباب أعمارهم لا تقل أعمارهم قل تكون بين العشرين والثاني والعشرين وهذا في فرنسا حتى لا نقول يعني أنها في ألماني وفرنسا الحقيقة النشاط الإسلامي فيها أكثر من ألماني والمساجد في فرنسا كان لها اهتمام بنية قبل ألماني ومع ذلك الجهل منتشر بين أبناء المسلمين وفي المسلمين فمرت بمجموعة من هؤلاء الشباب فسلمت عليهم قلت لهم السلام عليكم ورحمة الله أحدهم قال لي بالنسواة الفرنسية ماذا تقول في شهودي ماذا تقول قلت له السلام عليكم قال لي أنا ما سنعت بهذا في حياتي قلت له أنت مسلم قال لعم قلت كيف أنت مسلم ولم تسمع بالسلام قلت له لو أحنا الآن جاء فرنسي 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 ليس في مسلم ممكن وأرد أن نحي لا يقول لنا السلام عليكم لأنه يرانا بأننا مسلمون فكيف بك أنت لا تعرف أبوك ما علمك هذا المقر جاء جاء لطول يسأل يعني معمر نسمع فنل لم أسمع بهذا بتاتا لم أسمع بهذا وأبوه مسلم وأبوه مسلم بالله عليكم إذا كانت هذه التحية والله قد يقولها لك ألماني ألماني يقول لك سلام عليكم وهذا مسلم ولا يعرف تحية المسلمين وأنها السلام الذنب على من يكون هنا فلذلك لا بد من الاهتمام بهذه الأمور في وقت مبكر تلقيه ولكن أن يكون ذلك بلطف لا أن يكون بعنف لأن بعض الأبناء ينفرون من آبائه عندما يريد الأب أن يذهل المعلومة إلى دهر ابنه بالقوة فهذا يكون فيه ردة فعل بعد ذلك نكون سببا في ضياع الأبناء وأن ينفروا منه وحصل هذا حصل هذا مرة أحد الشباب وشاب له بنيا عمرها ثلاث سنوات وهذه الطفلة أبوها يشلسها غصة عنها ورغم عن أنفها من أجل أن يلقنها قصار سور قل أعوذ بالفلق قل أعوذ بالناس قلوا الله أحد ولكن طريقة التي يستعملها فيها شيء من القسوة وفيها عمر وفيها ليس الطريقة النبي عليه الصلاة والسلام فبدأت هذه الفتاة هو يحكي بلسان هذه البنت عندما تسمع دخل من الباب تفر وتلوذ بأمها تلوذ بأمها أي اختبئوا ورغوا أمها فلا كما لذلك كنت لو يعرف أنت تكره ابنتك في القرآن الكريم كيف هذه لا تأتي وأنت تريد أن تجرها بهذه الطريقة الأطفال يتعلمون بطريقة اللعب اللعب تعطيه القدع وتضع له شريطا فيه الفاتحة يمر عليه مسبوع يحفظها من غير ما تلوذ معه في بعض الأحيان وتلقله بطريقة عنيفة هذا المسلوب المنفع ولم يكن مسلوب النبي عليه الصلاة والسلام السلام الله خيرا الشيخ باركلافي يقول ان يتعامل أن يجب أن ان يتعامل بين الإلتارات المردية يتعامل أن يتعاملون الذين يتعامل لأنه يتعاملون يتعامل und dass man ihnen zeigt, dass nicht man selbst, der Vater oder die Mutter, Ursache dieser Gaben sind, sondern Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah s.w.t. sagt, und jede Gabe, die ihr habt, ist von Allah. Das bedeutet, wenn zum Beispiel man ihnen dann die Kleidung zeigt oder das Auto zeigt oder die Wohnung zeigt oder irgendetwas anderes, was man da immer mit verbindet, schau mal, was Allah uns geschenkt hat, guck mal, wie lieb Allah ist, guck mal, wie toll Allah ist, guck mal, das haben wir von Allah, guck mal, das hat uns Allah gegeben, dass man das eben verbindet mit Allah subhanahu wa ta'ala, sodass die Liebe gefördert wird. Ein weiterer Aspekt, den der Sheikh Barak-Khafi erwähnt hat, sind die Fragen der Kinder, die einigen Eltern Schwierigkeit bereiten. Und hier gilt die Regel, dass man die Kinder hier sanft mit ihnen umgeht und sie nicht abwendet oder abwimmelt, denn diese Fragen können im Herzen zu Scheinargumenten gedeihen. Und deswegen sollte man solche Fragen, die vielleicht unangenehm erscheinen, sollte man trotzdem behandeln. Wer nicht weiß, wie er da antwortet, der lernt das und der fragt danach, wie kann ich denn mit diesen unangenehmen Fragen meiner Kinder umgehen. Aber einfach sie zum Schweigen zu bringen, sei ruhig, das darfst du nicht und so weiter, das führt dazu, dass diese Gedanken vielleicht eben schlecht gedeihen. Ebenso sagte der Sheikh Barakallahu fein, dass wir die Eigenschaften Allahs unseren Kindern beibringen, ebenso, dass wir die Bindung zum Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, stärken, sodass wir ihnen erklären, dass er ein schönes Vorbild war und dass er einen schönen Charakter hatte, alaihi salatu wa sallam. Einige Eltern, sagt der Sheikh, haben das aber dem Sonntagsunterricht oder Samstagsunterricht in der Moschee überlassen. Sie beschäftigen sich damit nicht, die denken, das ist nicht mehr ihr Job, da mein Kind ja sonntags in die Moschee geht, in die Koranschule geht, habe ich nicht mehr die Aufgabe, meine Kinder zu erziehen islamisch. Und das ist natürlich fatal, denn das genügt nicht. Und wir hatten ja die Beispiele, wie bei Ummu Sulein, Abu Maysar, als sie ihrem Säugling beigebracht hat, das Glaubensbekenntnis aufzusagen. Der Sheikh hat dann von Erfahrungen berichtet, und zwar hat er mal Jugendliche getroffen in Frankreich, sie dürften zwischen 20 und 22 Jahre alt sein. Und er sagt, in Frankreich sind die Moscheen viel älter, es gab viel früher Moscheen dort, der Islam ist schon viel früher dort gewesen als in Deutschland. Und da sagt er, da hat er Jugendliche getroffen und er hat ihnen gesagt, assalamu alaikum. Und da guckte einer von ihnen so verblüfft, er wusste nicht, was los ist. Dann sagte der Chef, hast du nicht verstanden? Er sagte, nein, ich verstehe nicht, was du sagst. Da sagte der Chef, wie du verstehst nicht? Assalamu alaikum. Weißt nicht, was es bedeutet? Nein, ich weiß nicht, was es bedeutet. Da fragte er sich, bist du ein Muslim? Natürlich, meine Eltern sind Muslime, aber ich habe das nie in meinem Leben gehört. Und das ist nicht verwunderlich, denn es gibt Leute, die sich immer begrüßen, hallo, wie geht's, wie steht's, aber Assalamu alaikum wird nicht gesagt. Und wenn das vernachlässigt wird, irgendwann ist man älter und man weiß nicht, was Assalamu alaikum bedeutet. Obwohl, wie der Chef sagt, selbst der Nicht-Muslim weiß, was Assalamu alaikum heißt. Aber das ist eben, wenn die Unwissenheit, wie der Chef sagt, verbreitet wird. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Wissen verbreiten. Auch wenn du denkst, das ist vielleicht primitives Wissen. Nein, es ist nichts primitiv im Islam. Wir müssen alles verbreiten, die Menschen immer aufklären. Auch wenn du denkst, das weiß jeder. Nein, das weiß eben nicht jeder. Wer trägt hier in diesem Fall die Verantwortung? Natürlich die Eltern. Und der Chef sagte dann, aber bei all dem muss beachtet werden, dass alles liebevoll gelehrt wird und nicht mit Gewalt. und hier erwähnt der Chef eine Geschichte. Und zwar, es gab einen Vater, der hat seiner dreijährigen Tochter den Koran beibringen wollen. Aber er hat es eben nicht so getan, wie der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, auf liebevolle Art und Weise, sondern eben sehr streng. So, dass dieses Kind, sobald sie ihren Vater gesehen hat, geflüchtet ist zur Mutter. Und da sagt der Scheich, damit pflanzt du nicht die Liebe ein zum Koran, sondern den Hass zum Koran. Und deswegen gilt nicht, dass du mit Koran bestrafst, dass es eine Strafarbeit ist oder eine Sache, mit der du Kinder bestrafst, denn damit entsteht die Abneigung zum Koran. Sondern er sagt, das muss man spielerisch machen. Selbst wenn du den Koran laufen lässt, ist, Kinder haben so ein gutes Gedächtnis, dass sie das nebenbei lernen. Und wir wissen alle, wie Kinder Lieder auswendig lernen, ohne das stundenlang zu wiederholen, sondern das machen sie nebenbei. Und so geht das auch, wenn man das spielerisch mit den Kindern macht, beim Koran. Und so geht es um die Abneigung zum Koran. أمرنا بأن نتلطق في الأمور وأن لا يكون سبباً في أن يضيع أبناه بسبب سوء معاملتنا له وربما تكون طريقة المتلاهية عندما هو ابنك الصغير هو يريد أن يتعلم يأتي إليك وقل اتلقني بعض الآيات تعالى أكبر شيئاً من القرآن هذا الذي نريد أن نصل إليه بحيث نشوقه ونرجعه وأن نعظم كلام الله تعالى في قلوبه ليعلم بأن هذا كلام الله وليس هناك كلام أعظم من كلام الله تبارك وتعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب هذا الذي نريد أن نصل إليه فإذا أدركت قلوب أبنائنا هذه المعاني وتشربتها فبإذن الله تبارك وتعالى لن يتزعزع إيمانه مهما كانت عاصر أشبهات ومهما كانت هذه الأموال من الشهوات فبإذن الله تعالى لا يزداد الإيمان في قلوبهم إلا صلابتها ولا يزيد اليقين في قلوبهم إلا رسوخاً بإذن الله تبارك وتعالى ومن هنا نبينا عليه الصلاة والسلام منظر إلى طريقته في تعليمه لأصحابه يقول المعلى وهو أحد الصحابة وكان صغير السيد قال كنت في المسر لأصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب فلما أنهى صلاته قال تهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألم هناك قال يا رسول الله كنت أصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تسمع قول الله تعالى استجيبوا لله و للرسول إذا دعاكم لما يحييكم ولو كتب صلاة هذه صلاة ليس الفريضة التي كنت فيها هي صلاة تطور والرسول يدرور والله تعالى أمر باستجابة له استجيبوا لله و الرسول إلى دعاكم فقال إني أعلمك أعظم سورة في القرآن فمشى معه قليلا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيجه حتى إذا بلغ باب المسلم و أرد من صلى الله عليه وسلم يخرج فقال له ألم تقول لي و انظر شوف تشويك هاوى المسلم دليل لله أن نصل إليه إذا نحن استطعنا أن نصل إليه فهذا يكون فيه خير عظيم بإن الله تبارك وتعالى فقال ألم تقول لي أنك تريد أو إنك تريد أن تعلمني أعظم سورة في القرآن قال بلى فقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين هي السبع المتاني والقرآن العظيم الذي أمتده أعظم سورة في القرآن الكريم فيها ما فيها هذه السورة لو أن أحدنا جلس مع المنين ويقرأها ابنه سواء نظرا في المصحف أو تلاوة هكذا مجودة مرتلة ثم بعد ذلك يأخذ الأب كتابا في التفسير يقول مختصا ما نقول يعمل المطولات ويشرح لابنه ما معنى الحمد لله رب العالمين ما معنى رب العالمين ما معنى إياك نعبد ما معنى إياك نسبعي نحن في حاجة أيضا إلى أن نتعلم هذه المعاني نتعلم معه نعلمهم ونتعلم معه في نفس الوقت وهذه المجالس التي إذا قرأ فيها القرآن الكريم يكثر الخير فيها وتحبها الملائكة كما قال نبس لماذا نعقوم في بيته من بيوت الله يمنون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لماذا نحن المشاكل الآن مسارية تكثر لماذا تكثر المشاكل المسارية البيوت هجر فيها القرآن الكريم البيوت إلا من رحم الله أنا لا أدعو عمه ولكن أغلب الملوك موسيقى رقص أفلام مستسلات غفلة لا صار لذل قراءة قرآن الكريم كيف تحفو الملائكة تحفو الملائكة تكت الشياطين البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتسع لأهله ولو كان ضيق ولو كان ضيق يتسع لأهله ويكتر خيره ويقل شره ويشر منه الشيطان الشيطان لا يستطع ينام ولا يستطع يبكي لا نوك ولا طعام والبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يضيق بأهله ويكتر شره ويقلز خيره وتسكنه الشياطين فلذلك تلقيله هذه قصص قبل الالتحاق بمدرسة لهاية الأسبوع وما قد تكون هناك بعد مساجد تشترك السن مثلا سن السادس لأنه يجب التفكير في إنشاء روض الأطفال ويكون بداية السن الثالثة السن الثالثة تكون هناك محمد الله آهل وربيات مسلمات الحمد لله ما عندهم يعني خبراء في مجال يعني بدغو جيال أو عنده نفس أو شيء ما هذا القبيل مع أنها تكون مسلمة تلقنهم الآداب الإسلامية منذ نعومة الأطفال الآداب الإسلامية أخلاق الإسلامية العقيدة الإسلامية شائد من القرآن الكريم حتى يعرف هذا الطفل يحتش بأنفسه وليعلم أنه مسلم ولمباوالي تحكم المدرسة والبيت الجهاد لا ينبغي للبيت أن يهمل دوره لأنه سنصن بدأ بالأبويت قال فأبواه فهو دانه أو مجلسانه أو نصرانه أسندني صلى الله عليه وسلم ما قال المجتمع ولي قال على صلى الله عليه وسلم المدرسة ولي قال تليفزور ولا شيء أبواه معل ذلك إذا كانت أبواه حرصين على أن ينشئ أبناءه على الإسلام أقول هذا لأنه في الفترة التي يقول هو في حجرك في حجرك تعقبها فترة لا تستطيع أن تأمره لا بصلاة ولا بقراءة قرآن ولا شيء دائما تكون الفرصة قد فاتت الفرصة تكون قد فاتت كعندما كان لا يزال دون سنك فلما هو شط عن الطوق بعد إذن ولا المد حتى تشب عن الطوق وبعدين تأمرها بالحجاب لا ترى بأنها تستحب تخجاد هكذا الشيطان يسوّل لها من ارتداء عن الحجاب لأنها لم تنشأ عليه منذ الصباح قول دخولها إلى المدرسة لما تدخل إلى المدرسة تدخل بحجاب فإذا هي تدرجت بعد ذلك ولو ولو حاولوا مراودتها على خلق الهجاب لتخل ما يقول عالم بها ولا مهور تعلم بأن هذا من عقيدتها من العقيدة لا ينبغ التنازل عنه فلذلك لابد الاهتمام في فترة الحضارات التي هي سن الثالثة من الثالثة إلى الثالثة قبل أن يفتح قبل أن يدرسها فهذه الفترة هذه ذهبية هي كأن تقول والله ولا يداد صغير كيف أقول القنور كيف يفهم كيف إن عليك إلا البلاء إن عليك إلا البلاء أنت تبلغ الله يفاهر الذي فهم سليمان هو الذي يفهمه والذي علم إبراهيم هو الذي يؤلمه أن تقوم بما عليك حتى ولو يعني بعد ذلك شبع الطوء كما يقول سن المراهقة معاهم الوقت لا يتسع سن المراهقة وما إلى ذلك وأن حرف وأن حرف وأن حرف وانجرر وعصفت به رياح الشهوان فعلى ذلك يعود يعود مهما حاول فيجرم هذا الطريق جنوب ولا تنتبع السبل هذه السبل يجرمها فيهرى نفسه أنه في طريق المسلول فلا يرى إمامه إلا وأن هذا السراط مستقيما فاتبعوه ولا تنتبعو السبل وتفرعوه 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 الله فاتح الله وعليك Der Cheikh بارك الله فيه erwähnte dann dass Allah عز وجل uns auffordert sanft zu sein und auch der Prophet صلى الله aufforderte sanft zu sein in der Aufklärung der Einladung zur Religion das geht natürlich auch in der Erziehung und wir müssen erreichen dass die Kinder das Erlernen der Religion lieben dass sie ein Verlangen danach haben und hier hat der Cheikh Barak Law für ein Beispiel aufgezählt und zwar der Gefährte Ibn Al-Mu'alla رضي الله war ein Kind war ein Kind zur Zeit des Propheten und er sagte ich betete einst in der Moschee des Propheten und da rief mich der Prophet aber ich bin nicht zu ihm gegangen weil er hat er gebetet er war am beten als ich fertig war und zum Propheten gegangen bin sagte er habe ich dich nicht gerufen dann sagte ich doch aber ich war am beten da sagte der Prophet Sallallahu belebt also dass wir eben der Aufforderung des Propheten Sallallahu lalaihi wa sallam nachgehen sollen denn es war ein freiwilliges Gebet kein Pflichtgebet und wenn der Prophet ruft Sallallahu lalaihi wa sallam dann wird alles stehen und liegen gelassen und man geht zum Propheten alaihi salatu was salam danach sagte der Prophet Sallallahu lalaihi wa sallam ich werde dir etwas beibringen und zwar die gewaltigste Suche des Koran und hier lernen wir daraus wie nach dem Tadel ein Geschenk kam das ist auch eine pädagogische Angelegenheit der Rasul Sallallahu lalaihi wa sallam tadelte ihn zwar aber danach wollte er ihm ein Geschenk geben und zwar eben etwas Wissen aber der Prophet Sallallahu lalaihi wa sallam hat es ihm nicht sofort gesagt sondern er nahm seine Hand und das ist auch wieder etwas Besonderes gerade hat er ihn getadelt aber er ging ihm wieder zeigen ich habe nichts gegen dir also nahm er seine Hand und ging mit ihm raus als sie an der Tür der Moschee waren sagte der Gefährte du wolltest mir doch etwas beibringen darum geht es das heißt das heißt der Prophet Sallallahu lalaihi wa sallam hat eben dazu geführt dass das Kind nun ein Verlangen hat und da sagte der Prophet Sallallahu lalaihi wa sallam ja alhamdulillahi rabbil alamin das sind das sind die sieben wiederholenden sich wiederholenden also sieben ayat die wir immer wiederholen in jeder alaka'ah und das ist der gewaltige Koran also es ist mein Bestandteil des Korans daher sagt der Scheich wir müssen uns beschäftigen mit unseren Kindern dass zum Beispiel die Eltern sitzen mit den Kindern und zum Beispiel auch Al-Fatiha lesen und sich beschäftigen mit der Erläuterung dass man den Kindern auch natürlich altersgerecht beibringt was diese Sura bedeutet und damit lernen wir auch selbst sagt der Scheich Jazah Allahu khairan und wir dürfen nicht vergessen wenn wir mit unseren Kindern über sprechen wenn wir zusammen rezitieren wenn wir die Bedeutung des Korans uns näher betrachten dann haben wir noch einen weiteren Vorteil dass eben die Engel uns umgeben und dass die Gnade Allahs herab gesandt wird und der Scheich sagt Jazah Allahu khairan das ist ein Grund warum es so viel Unruhe gibt in den Familien weil zu wenig Koran gelesen wird der Scheich sagt man beschäftigt sich mit Filmen mit Serien mit Musik mit allem drum und dran aber der Koran kommt zu kurz in den Wohnungen und da sagt der Scheich Jazah Allah khairan einen wunderschönen Satz und und zwar das Haus die Wohnung in der der Koran verlesen wird wird weit egal wie klein es ist und das Haus in dem der Koran vernachlässigt wird wird eng egal wie groß es ist denn diese Ruhe diese Glückseligkeit kommt mit dem Koran und das dürfen wir nicht vernachlässigen und der Scheich sagt wir dürfen also nicht den Fehler begehen dass wir nur unsere Kinder am Ende der Woche irgendwo für ein zwei drei Stunden in einer Moschee verfrachten und die ganze Woche aber vernachlässigen sondern wir müssen alles daran setzen dass unsere Kinder insbesondere ab dem Alter von drei Jahren auch islamische Kindergärten haben beziehungsweise Angebote wenn es kein islamischer Kindergarten gibt dass wir Gruppen haben dass wir Erzieherinnen es gibt auch Tagesmütter und so weiter dass wir Lösungen anbieten dass unsere Kinder täglich in Kontakt kommen mit dem Gedenken Allahs mit den Iman Inhalten auf spielerische auf liebevolle Art und Weise und der Sheikh sagt wir werden viele Schwestern finden besonders die dazu in der Lage sind die sich um die Kinder pädagogisch kümmert können die das gelernt haben die Erzieherinnen sind und da muss jeder von uns seinen Beitrag dazu leisten dass die Kinder die muslimischen Kinder täglich dies erfahren dürfen und der Sheikh sagt wir dürfen nicht denken dass die Schule oder der Fernseher der erste Grund für die Beeinflussung unserer Kinder sind sondern das sind die Eltern denn der Prophet sagte nachdem er sagte jedes Neugeborene wird gemäß der natürlichen Veranlagung Neugeboren dann sagt er so dann werden seine Eltern ihn zum Judentum Christentum oder zu Feueranbetern erzielen Rasul sagt nicht so dann wird die Gesellschaft so dann wird der Fernseher so dann wird die Schule sondern so dann werden die Eltern also Nummer eins sind immer noch die Eltern egal was für andere Faktoren in der Gesellschaft vorhanden sind und deswegen gilt du musst übermitteln und den Rest übernimmt Allah subhanahu wa ta'ala du klärst auf und die Rechtsleitung übernimmt Allah und der Sheikh sagt selbst wenn wenn du diese Aufgabe getan hast und du hast ihnen das beigebracht selbst wenn sie mal in die falschen Wege gehen und sämtliche falsche Wege ausprobieren sie werden dann den wahren Weg kennen sie haben immer einen Vergleich den sie kennen das ist doch nicht das gelbe vom Ei das ist doch nicht das was glücklich macht das ist doch nicht das gute ich kenne an dass der koran macht mich mehr glücklich der koran ist viel besser der islam ist die wahre religion und deswegen egal wie weit er geht er wird schlussendlich durch den segen der im koran steckt zurückkehren zum geraden Weg und die falschen Wege unterlassen schlussendlich جزاك ملوخين. فيا مهن اسمان الاذان ونضغي تصويتها إن شاء الله متاح. من يرفع الاذان؟ الحمد لله. شخص سعيد موجود. فضل شخص. شخص فضل شخص ملوخين. شخص سعيد ملاهي. شخص سعيد. شخص عكس. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله حي على الصلاة تربية الأبناء تربية الإيمانية ترسيخ العقيدة الصحيحة هذا مطلب الأنبياء قدنا عليه السلام تربية الإيمانية الله تعالى قال وصى بها إبراهيم بذين ويعفور يا منكم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تمنتون إلا وأنتم مسلمون إن الله اصطفى لكم الدين اشتار لكم هذا الدين فلا تمنتون إلا وأنتم مسلمون وقال ربنا سبحانه وتعالى أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت قال لبنيه ما تعبدون من بعد هذا الأمر لم يؤلقه والأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يوردوا ديناراً ولا درهاد هذه الوصيلة هذه الوصيلتين وهو الآن على فراش الموت يريد أن الله لماذا؟ لأن هناك يا أخوان من لا يرتقي بابنه يوم القيامة أو بابنه إلا إذا أتى بأجل أن يطالبوه بحقوقهم مثل حقوق الدنيوية وإنما الحقوق التي كانت كانت تخوله من دخول الجنة عادي المشكلة أما لا يتعلق بالإرتي ورشيء من هذا القبيل وإنما يتعلق بالإيمان والكفر إنه يتعلق بالإيمان والكفر فكيف يستقل أب المؤمن مع البن الملحة أو المرتد؟ كيف يستقل؟ اللهم إذا كان هذا الابن يريد أن يأخذ حقه من أبيه قل يا رب خذ حقه من هذا هذا أبوك ماذا تريد أن تأخذ منه قال الله بعدما نجي من الدين تركني من غير أن يعلمه لا إمان بالله ولا بملكته ولا كتبه ورسوله ولا باليوم الآخر ولا قدر خيره وشره ما كنت أعرف شيئا من هذا خذ يحقينيه إذا علمني هذه الأمور كذلك سأكون من الناجين ممكن فهذا المكان يتقيان قد يكون الأب من آل الجنة والأبناء من أهل النار والله تعالى يقول والذين آمنوا واتبعت ذريته بإيمان الحقنا فيهم ذريته وما ألتناهم من عمليه من شيء ما ألتناهم أي ما ألتناهم من عملهم من شيء قد يكون الآباء في درجة عالية والأبناء هم كذلك دخلوا من جنة ولكن عملهم لم يلحقهم بآبائهم قصر من جنة درجة ورب العالمين كراما لهذه الأبوين يلحقوا بهم أو بهم أبناءهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ماذا بكفر الحقنا بهم ذريتهم الله تعالى يرفعهم يرفعهم إلى درجة آباء وإن كانت أعمالهم لم توصلوا إلى ذلك المكان أم كنتم شهداء أين حضر يعقوب الموت لقائبين ما تعبدون لهم فقالوا نعبد إلهك وإله أملك المرهيم وإسحاء وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن لهم مسلمون أموتهم ومطلئين على عقيدة أمناهم بأنهم لا يبدلون ولا يريدون هذه العقيدة التي نكون عليها ونموت عليها وهذا هو الأهم هذا هو الأهم الحقيقة أيها الإخوة أما قد يريد أحدنا أبناءه أموالا طائرة أموال ولكن هذا المال يكون وبالا عليه وعليهم عليه ويحاسب من أين اكتسبه وعليهم قد يكونون كما قال أموال عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه خليفة المسلمين وهو على فرش الموت ما ترك لأمواله لرحم واحد هو خليفة المسلمين قالوا يا عبد العلمين لقد طرحت أبناءك عالة أي فقراء أنت خليفة خليفة المسلمين وأبناءك سيكونون بعدك فقراء ما أنهم شيء لا أراضي ولا أموال ولا سيارات ولا ضيعات كما قالوا درجة النقص رشم هذا القبيل قال إن كانوا صالحين فقد تركتم لهم الله عز وجل فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل وإن كانوا غير ذلك فلا أعلمهم بالمال على مصيرها تعالوا من أين ما يفسقون بها يشربون بها القمور يفعلون بها المنكرات المحرمات بالمال الذي تركه لهم أبوه إن كانوا صالحين تركت لهم الله ومن يتقي الله ومن يتقي الله ويجعل لهم مخرجا ويرزقهم حيث لا يفنس يقيننا وإذا كانوا غير ذلك فلا أعلمهم على مأصية الله لا أعلمهم على مأصية الله الله تعالى يأمروا بالتعاون على المر والتقوة وتعاون على المر والتعاون على المر نسأل الله تعالى في حدانات الكائفة ومن يصلحا أولادنا وإلى المسلمين الماء الله أسحنا أولادنا ومنتنا وردنا والمسلمين إلى بيكم تنجميد أقول ما تسألنا أصلاف الله أصلاف الله أصلاف الله يصبح أصلاف الله أصلاف الله كيكو سؤالpoon أصلاف الله أصلاف الله لقد أن تقرأ لكم العقور من المسلمين لا يتقل لكم وكذلك يتقل لكم في المسلمين قال الله سبحانه وتعالى وراء أخبره أخبره هذا يبدو أن هذه المسلمين لم نحن نحن لهم وقالوا في المسلمين وقالوا لهم لا عليهم قلعهم أن توافروا يشكمل فكرة ما زالبار مجر وجه قومه من وآه families لا أجب عن الله وأن lesson méd أن الدول وتشريقات سوف يعني العالل وربيض يجسد وتشكله أيضا وبركاته رميز وتحمل مختلفه ولنده تعيش فرط وكوه الله تعالى قال إنهم qui cree bokاتゴاذ بأنهم إنهم ولre border الخلية die werden wir zusammentun also يوم القيامة in Paradies das bedeutet diejenigen Eltern die glauben يوم القيامة wird Allah die Kinder von ihnen auch wenn sie nicht die gleiche Stufe der Eltern erreichen an guten Taten trotzdem wird Allah عز و جل als Geschenk für die Eltern die Kinder in die höheren Stufen nehmen weil die Eltern ihre Aufgabe getan haben ويوانا، مراء الله أن تتزاره. ونالذي يسأل الإنقار، يسأل الإعلام أسياني، ونذكر أنه يتكلم عن عمر بن عبدالعزيز رحيمه الله تعالى، ونهانا، من أشخاص التنسيط، لن ننصد التنسيط أسياني، لأنه كان يروح على الناس لا يساعد ولا ألال إليه لا يساعد لا كن منذ الأميان لا يحصن من الأمر تم تحضم إليه كالشياء هل يساعدتهم بشياء الناس لا تستطيعوا أروا في حوالهم اصبت الحياة إنهم يساعدوا يحصن عندهم محصنوا يصابوا يساعدوا الله وإذا لم يكن تنفعها في سنننا سنفعها لا يشهد فيها عمر سنن ولكن ويري أشعر الله فيстиه أسدان الله سعطان ويري أساعد الله سعطان ويري أساعد الله فانا أساعدكم هم نسلطان موضوعين وأساعدنا يسلطان من يعني لا يسلطان أساني لديه كامل وحضرت الله عليه الصحاد بها انتهت كلاماً حضرتنا محمدكم الله عليه الصحيح عليه الصحيح يتمنى الله سبحانه وتعالى ينشتز أينساتي ونأساتي مجد الله سبحانه وتعالى سينشتوفن أهوني فراديس في ختام هذا اللقاء نشكر فضيلة الشيخ محمد حويت على هذه المحاضرة القيمة والجميلة والمفيدة لسى الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه وأن يزيده رفعة وأن يكتب ذلك في صحيفته وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته وكذلك الشكر موصول للإخوة والأخوات الحاضرين والمستمعين والمشاهدين نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في مستقر رحمته مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 حفيدكم الله ورعاكم ترجمة نانسي قنقر